حكومة إدارة الأمر الواقع أو حكومة الاضطرار للاختيار بهذه الكلمات يلخص رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان في مقابلته الحصرية مع قناة النبأ توصيف حكومته الحالية مستندا في ذلك إلى تأيد عدد من أعضاء المؤتمر الوطني الذين يرون ضرورة استمرار الفترة الانتقالية إلى نهايتها من دون إغلاق الباب أمام احتمالات إجراء تغيير حكومي هذا المكان لا يفرح به إنسان يريد راحة نفسه إحنا جينا لهذا الأمر تضحية من أجل الوطن ومن أجل أن يخرج الوطن من هذا المأزق أعضاء المؤتمر هناك أناس يعتقدون أن البلاد تحتاج إلى أن تستمر المرحلة الانتقالية إلى نهايتها وأن يتحقق المسار الانتقالي دون أي إربكات الآن إذا أردت أن تنتخب فأخلي هبنا أن شكلنا حكومة جديدة الرئيس الجديد الذي سيأتي يحتاج لثلاثة أشهر أربعة أشهر ستة أشهر حتى يعتاد على فيه كثير من الأمور المفتوحة التي يحتاج إلى علاج الجدل حول تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة أزمة بعد تفاقم الأزمات السياسية والمعيشية في البلاد تصاعد في الآوينة الأخيرة ولم يعد الأمر يقتصر على الشارع فأعضاء في المؤتمر الوطني طالبوا بتشكيل حكومة أزمة وإيقالة الحكومة الحالية بسبب فشلها على حد تعبيرهم في إدارة البلاد واستفحال الأزمات بين جنباتها أزمات رد عليها رئيس الحكومة بأن الظرف الراهن لا يسمح للحكومة بالتباهي بإنجازاتها المتعددة وأن الواقع السياسي الانتقالي يفرض على الجميع التعامل مع معطياته بتفهم أكبر المؤتمر وأعضاء أول مرة يقوموا بهذا العمل ليس هناك سابق تجربة في هذا الموضوع ليس لهم خبرة وافية وكافية في هذا الموضوع الحكومة أيضا أول حكومة انتقالية مؤقتة انتخب أو اختيرت بهذه الكيفية ومعظم أعضاءها لم يمارسوا كثير من الأعمال من قبل أحزاب وكتل برلمانية طرحت منذ مدة خيار تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة أزمة لخلافة الحكومة الحالية بذريعة إخفاقها على الأصعيدة الأمنية والسياسية فحزب العدالة والبناء المشارك في الحكومة الحالية دعا إلى تشكيل حكومة جديدة معتبرا أن المشكلة تكمن في رئيس الحكومة وأن الوزارات السيادية فشلت في تحسين الوضع فيما يرى تحالف القوى الوطنية أن تغيير الحكومة يقتضي التوافق على برنامجها قبل الاتفاق على اسم مرشح لتجاوز ظروف تشكيل حكومة زيدان في أكتوبر من العام الماضي والتي تم تشكيلها لتجنب الفراغ السياسي أنذاك ويرى مراقبون أن تعقيدات الوضع داخل المؤتمر الوطني